اهلا بكل طلاب براي مريفور وصلنا معاكو ليونت تو ليسون وان يلا نتعرف على عنوان اليونت الجديد بتاعنا وهو اسمه ات ات في زا حرف الالف واللام ال سوبر ماركت في السوبر ماركت طبعا كلنا اكيد عارفين السوبر ماركت اللي هو بنشتري منه اه حاجات البقالة بتاعتنا الشاي جبنا اه حاجات كتيرة صح يلا بينا نتعرف على الكلمات بتاعتنا اول كلمة هنعرفها هي سوبر ماركت سوبر ماركت كمان هنتعرف على كلمة لت لت معناها هيا بنا يعني لما نقول لحد يلا بينا هيا بينا ها كمان كلمة آيل آيل خدوا بالكو الاس سايلانت مش بننطقها كمان كلمة شور بالتأكيد شور بالتأكيد excuse me من فضلك لو سمحت how about ماذا عن يعني اسألك how about كذا يبقى انا بسألك عن حاجة نكست تو بجانب نكست لازم معها تو اه كمان chips chips اللي هي رقائق البطاطس المقلية البطاطس الشيبسي يعني وخلي بالي ان السي والإيتش بيديني sound cha cha كمان greet greet عظيم او رائع عظيم او رائع يعني حاجة كويسة where أداة الاستفهام اللي معناها أينة اللي بسأل بيها عن المكان bread معناها خبز ورائس معناها أرس وكمان help معناها يساعد ونو يعرف واخد بالك ان الكي silent مش بننطقها الكي silent وكمان ينظر معناها look تمام؟ هنتعرف عالك كلمات اكتر واكتر في الconversation بتاعتنا في المحادثة وكمان في الحل ومحادثتنا النهاردة في super market في رجل دخل السوبر market وبيسأل على الحاجات اللي هو عايز يشتريها يلا بينا نبدأ محادثتنا السيدة دي بتشتغل في السوبر market وهنا الرجل ده ذهب للسوبر market علشان يشتري حاجات خلاص يلا نشوف هيبدأ بيقول ايه؟ excuse me excuse me يا ولاد معناها من فضلك لو سمحت بعد اذنك لما اجي استأذن حد اسأله يعني نوع ان انا اتحدث politely بطريقة مؤدبة ان انا من قدب الحوار ان انا اول مبدأ الحوار اسأله اقوله بعد اذنك لو سمحت كده معناها excuse me معناها excuse me وبدأ وقال ايه بقى؟ كان 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 معناها ايه؟ معناها يستطيع اصلا صح؟ كان معناها اصلا استطيع احنا عرفنها كده طب بدأ بيها سؤال يبقى معناها ايه؟ كان؟ معناها يستطيع يقدر صح؟ طيب لو انا بدأت بقى بكان دية السؤال يبقى معناها ايه؟ معناه هل يستطيع لو بدأت بيها السؤال يبقى معناها ايه بقى يا ولاد؟ هل يستطيع؟ اهي؟ سوري اهو السؤال اذا بدأ بكان بكان يبقى معناه هل هل يستطيع؟ تمام؟ طيب كان هل تستطيعي؟ كان يو هل انتي تستطيعي هلب مي تساعديني؟ يلا نقراها تاني excuse me من فضلك بعد اذنك كان يو هلب مي لو سمحتي هل انتي تقدري تساعديني؟ فردت عليه وقالت له شور بالتأكيد شور معناها بالتأكيد تمام؟ طيب فهو هيبدأ بقى يسألها هنشوف هو عايزها تساعده في ايه؟ بيقول لها where is the rice? where is the rice? where يعني اداة استفهام؟ بسأل بيها عن ايه يا ولاد؟ عن المكان where معناها اين؟ فين؟ ماشي؟ بصوا كده where معناها اين؟ فين؟ بسأل بيها عن ايه؟ عن مكان حاجة طيب فهو هنا بيسألها بيقول لها ايه بقى where is the rice? اين؟ القرز rice معناها القرز فقالت له it is it is إنه يكون ان في ايل سري ايل ممر خد بالك إن حرف الاست هنا سايلانت مش بننطعه ايل سري إنه في ممر رقم تلاتة it's the next two إنه بجانب كلمة نكست تو بجانب زا برد الخبز زا الالف واللام وبرد الخبز تمام؟ where is the rice? اين القرز؟ قالت له it's in aيل سري it's the next two زا برد نكمل بسوا هنا رد عليها وقال لها خلاص بعد ما عارف مكان الرز قال لها ايه بقى how about the chips؟ يعني ماذا عن الشيبسي؟ ألاقي فين الشيبسي؟ يعني برضو بيسألها على مكان الشيبس رحت قالت له ايه بقى I don't know أنا لا أعرف قدوا بالكم النوء الكي ايه؟ silent مش بننطعها طيب وهو عمل هنا جملة منفية يا ولاد هو قال ايه I don't know حين جاب don't ليه؟ نده على don't تساعده في تكوين الجملة المنفية علشان الفعل هنا I ناخد بالنا علشان الفعل هنا مين؟ I نده على don't I don't know أنا لا أعرف let's look let's هيا بنا ننظر يعني قالت له يلا بينا ندور عليه خلاص؟ طيب رح قال لها يعني انبسط ان هي قالت له كده وقال لها ايه؟ great يعني عظيم يعني كانوا بيقول لها ايه؟ شكرا يعني ان انت بتقولت كده على الاقتروح دوت وثانكس شكرا جريت عظيم ثانكس شكرا دي المحادسة بتاعتنا النهاردة يا ولاد طيب احنا عرفنا منها ان وير معناها اينا وعرفنا كمان let's let's يعني ايه يا ولاد؟ يعني لما اجي اقول اقتروح بقول let's let's اهو بصوا let's معناها هيا بنا let's هي اصلها let's let's هيا بنا والاختصار بتاعها let's بتيجي بعدها دايما الفعل فين؟ اهم بقى حاجة بقى زي ليه؟ علشان هتنفعني في سؤال let's بيجي بعدها الفعل فين يا ولاد؟ في المصدر يعني ايه في المصدر؟ يعني بدون اي اضافات يعني بدون اي اضافات طيب تعالوا بقى انتوا هتسمعوني وانا بنطق الكلمة وهتحلوا معايا بصوا كده في السؤال من تحت كده بيقول لي ايه بقى excuse me can you can you help help اكتب هلب ازاي اولاد هه هه حرف الـ H هي كسرة خف كسرة حرف الـ E هلل حرف الـ L هلب حرف الـ B وكمان where is the A زرعيس اكتب رعيس ازاي؟ R ر ر ري اي حرف الـ I رعيس س واخرها حرف الـ I بكتبه وما بنطقوش it's in I'll اكتب I'll ازاي؟ A A حرف الـ I اي اي حرف الـ I والـ S ما بنطقوش بكتبه بص ما بنطقوش I'll لأ حرف الـ L والـ E برضو في اخر حرف دايما مش بيت كده it's in just two the bread bread وخبز بكتبه ازاي؟ B R R E وبعدها A وبعدها D bread تمام؟ طيب تعالوا نقلي بالصفحة turn the page كده وكمان نتضرب على ايه بقى بصوا كده listen and complete excuse me me اكتب me ازاي؟ me me حرف الـ M و E where is the rice rice اكتب rice ازاي؟ ra ra حرف الـ R ra i حرف الـ I rice س حرف الس والـ E في اخر الكلمة ما بنطقوش دايما دايما حرف الـ E في اخر الكلام بيتكتب وما بيتنطقش عشان كده بيسمون حرف المظلوم طيب هو بيظهر على فكرة لما بيكون في اخر الكلمة بيظهر لو في حرف فول فيها بيظهر صوته يعني هنا rice i i شايفين؟ صوت الـ i ban طيب how about how about اكتب how ازاي يا ولاد ه ه ه H sound بتاع الـ H الـ H على طول how أو أو الـ O و الـ W خلاص how about it's it's next اكتب next ازاي؟ ن ن حرف الـ N ن كسرة حرف الـ E نكس اكس اكس نكس حرف الـ T تمام كده؟ يلا بينا نحل سؤال رقم 3 بيقول لي read and write true or false اقرأ واكتب صح أو خطأ علامة الـ true وعلامة الـ A الخطأ اختصار كلمة true T واختصار الفولز F they are in the supermarket ايوا في اعلان هما في السوبر ماركت فاكتب عند الـ true علامة الـ T وكمان رقم 2 هنا the man is asking أو ما الرجل هنا بيسأل السيدة هنا ايوا true فهاعمل علامة true الاختصار بتاعها حرف الـ T كمان رقم 3 the rice is on the shelf هل الرز على الرف ايوا فعلا يبقى true برضو هكتب علامة T literally there are five people هل يوجد خمسة ناس لأ خالص هما one two three لأ يبقى هعمل علامة الفولز عند تحت العمود بتاع الفولز يلا بينا نتنقل للصفحة التانية و exercise رقم 4 بيقول لي look read look and answer انظر للصورة و answer جاوب على الاسئلة ال questions اول سؤال عندي ركزوا قوي هنا دول ايه دول ناس في صورة فين بقى where are they اين اين هم يكونوا هما فين في سوبر ماركت هعمل ايه بصوا يا ولاد هعمل ايه هحزف ال where هحزف اداة الاستفهام اللي هي ال where خلاص وهعمل ايه بقى هنا في السؤال عشان سؤال عملنا جبنا الفعل وبعدين الفاعل طف الجملة لازم ابدأ بالفاعل وبعدين الفاعل فهكتب زي هندهل زي هنا الاول آية هكتب زي وبعدها R ها هما فين دلوقتي بقى at the عنوان اليونت بتاعنا ها super market معلش هي ايه علشان ما فيش مكان super market خلاص تمام اكتبها هنا برداش تبقى وضح ليكم super market market ما ما market تمام هنا بقى رقم two what is wrong what's wrong what's wrong ما المشكلة فاكرين هنا ده بتاعيونة one السؤال بتاعيونة one لما كان الولد بيقوله ايه بقى i can't find my mom انا مش قادر yes عنتي هنا do طالما بدأت السؤال بدو يبقى معناه ايه يا ولاد ها يلا نفتكر مع بعض السؤال اللي بيبدأ بدو بيبقى معناه هل وبتكون الاجابة عنه yes او no yes او no هنا بيقولي do you like chips هقوله ايه بقى وانا شايفة هنا فعلا بطاطس شبسي فهقوله yes ولازم لازم اكتب بعد yes لازم وهبدأ بقى بصوا يا ولاد ركزوا كده عندي مكتوب هنا do ومكتوب you فهعمل ايه هبدل هبدأ بالفعل الاول طيب new بتنزل في السؤال بتبقى ايه يا ولاد بتبقى i i والdo بنزلها زي ما هي بس كل اللي بعمله ان بغير بدل d هنا capitan بعملها small لانها في وسط الكلام وبحط full stop وتبقى اجابتي yes i do طيب تعالوا نشوف كده بردو هنا دي صورة جبنة وبيقول لي is it rice is it rice طالما السؤال بدأ بإيه بردو يبقى بردو معناه هل وتبقى اجابته yes او no هو ده رايس قدامنا لا صح يبقى ايه no لا يعني no وهعمل كومة بعدها وهبدل بدل is it لا انا هعكس بصوا هعمل كروس كده اهو تعالي يا it بدل ما is d كانت رقم 1 و is d كانت رقم 2 لا انا هخلي is d هي اللي رقم 1 ادي it اهو و is هي اللي رقم a 2 طب كده ينفع كده خلاص no it is بس كده لا لطالما في نو لازم احط نوت في الآخر يعني اكتب كده نوت والفلوس وتبقى اجابتي no it is نوت لازم طالما في نو اكتب نوت تمام يا ولاد طيب بصوا معايا الاكسرسايز رقم 5 سؤال punctuation punctuate the following يعني ايه علامة ضع علامات الترقيم قبل ما نتكلم في اي حاجة اول حرف قدامنا هو ايه هو الاس فعلى طول على طول هكتب حرف الاس في كابيتل تمام بعد كده ها امشي في اي حاجة اه طبعا في حرف الاي ينفع الاي يبقى بالمنظر ده في البانكتو ويشن لا ليه بقى عارفين ليه علشان بصوا كده الضمير انا اللي هو اي في اي مكان في الجملة في اي مكان في الجملة في الاول او في النص لازم يبقى كابيتل لاترز لازم اي اي يبقى كابيتل لو في اول الكلام او حتى لفوس الكلام لازم يبقى كابيتل يعني بصوا ماينفعش خالص يبقى بالمنظر ده لا لازم اكتبه كابيتل وفي اخر الحاجة دي جملة فهعملها فلسطوب وهحط عليها السيركل فلسطوب واحط عليها السيركل تمام يا ولاد طيب لازم يبقى كابيتل نقل بصفحة بصو بصو انا عايزاتو تجيبو بيج اسفلنا في الكراسة التفاعلية الاول فيونت 2 في الكراسة التفاعلية هتلاقوا بصوا الكلمتين دول يا ولاد سوبر ماركت وتشيبس سوبر ماركت وتشيبس هنعمل فيهم ايه هندوس على الحروف اللي فيهم دول على النقط هنمشي عليها بيه هنتقل بالقلم وهنكتبهم تاني وهنشوف في صفحة السور في اخر الكراسة هنا الكلمات دي هنقص السور بالمقص وهنلزقها مكان هنا بالجلوب وهنلزقها هنا مكانها علشان تثبت الكلمات معانا اكتر طيب وقبل ما سيب الحمر كمان انا عايزة احلي معاكو السؤال ده بس انا عايزاكو تركزوا فيه اكثر بصوا ازاي حل السؤال ده هو هنا جايب لي سورة ايه سورة فراخ ورايس طيب اقدر اكتب ايه بقى اقدر اقول اوصف الاكل ده الاول هاقول ايه بقى هاقول او اقول انا اريد الروس اكتبها ازاي ياولاد بصوا كده اي انا اريد الروس انا اريد رس انا اريد الروس هاقول ايه بقى انا عايزا اقول انه الاكل المفضل ليا اكتب ازاي ياولاد جملة هو بقول لي ايه اكتب ثلاث كلمات الجملة التانية اكتب ايه اكتب ثلاث جمل الجملة التانية اكتب بصوا رايس او ات ايز ماي ات ايز انه يكون عايزا اقول بقى الاكل المفضل لي اقول ايه بقى ماي في 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 فو ريت فود وفولو ستوب انه الاكل المفضل وكمان اقدر اكتب الجملة التالتة اقول ايه بقى اي هاف انا عندي هاف رايس انا لدي ارز فور لانش لوجبة الغداء تمام كده خلصنا درسنا النهاردة والهومورك بتاعنا ياولاد هي عايزاكوا تحفظوا تقروا المحادسة تاني وتحفظوا الكلمات اللي احنا اخدناها اللي علمنا عليها في بيج سيكستي وان وبكده درسنا يكون خلص